اشتركوا في القناة نسخة الاصلية للمخطوطة المؤلفة من 870 صفحة والبارغ وزنها نحو 12 كيلو جرام في متحف بالاقليم المذكور وتشير مصادر تاريخية الى ان المباشرة في كتابة المخطوطة بدأت في القرن 11 القدس العربي كتبت ميشيل اوباما ترسل رقم هاتف في تغريدة عن طريق الخطأ فقد ارتكبت السيدة الابريكية الاولى سابقا ميشيل اوباما خطأا في تغريدة لها على تويتر اذ قامت بكتابة رقم هاتف احد موظفي البيت الابيض السابقين ورقم الهاتف الوارد في التغريدة عائد لدانكن وولف وهو مصور فيديو وثق سنوات عائلة اوباما الاخيرة في البيت الابيض وقد احتوت التغريدة على رقم الهاتف فقط وهي حذفت سريعا الا ان الامر لم يفت بعض المتابعين لميشيل اوباما البالغ عددهم ثمانية ملايين متابع عبر تويتر صحيفة الخليج وغدروف هلالي صناعي للركبة فقد صنع باحثون من جامعة ديوك مادة مشابهة للمادة الغدروفية التي تعرف بالغدروف الهلالي يمكن من خلالها استبدال مفصل الركبة التالف للمرضى واوضح الباحثون ان الغدروف الصناعي هو اول غدروف مطابق للغدروف الطبيعي ويمكن زراعته داخل المفصل بعد طباعته باستقدام التقنية ثلاثية الابعد صحيفة اليوم السابع المصرية عنوان الطائرة شمسية سويسرية تنجح في اكمال رحلتها الاولى فقد نجح مجموعة من المغامرين السويسريين في اكمال اول رحلة اختبارية لطائرة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية فيما تأمل المجموعة ان تصل هذه الطائرة الى نهاية المطاف او في نهاية المطاف الى حافة الفضاء او طبقة استراتوسفير والامارات اليوم روسيا تحجب تطبيق ويتشات فقد حجبت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات تطبيق ويتشات الصيني للتواصل الاجتماعي والذي طورته شركة تونسنت هولدينغز بسبب عدم تقديمه بيانات الاتصال الخاصة به للهيئة الروسية وفي العام الماضي حجبت روسيا شبكة لينكتين الامريكية للتواصل الاجتماعي والمملكة لشركة مايكروسوفت بسبب انتهاك قانون يتطلب تخزين بيانات الروس على خوادم روسيا